تركيا أخطر كثيرا من إيران تركيا أخطر من إيران ما فيش كلام التحركات التركية تحركات فيها من الاستراتيجية الكثير وتواجدها دلو تدرسوا هي متواجدة بقاعدة في الخليج ومتواجدة في البحر الأحمر ومتواجدة في البحر البيض في جنوب البحر البيض وبتشتغل ما بين القوتين أمريكا وروسيا بذكاء واضح تستطيع أن تقول لروسيا لا وتقول لأمريكا لا وفي حسابات معايته الحاضر هنا وتستطيع أنها تلعب بالكرت الإسرائيلي اللي كتير من الأجهزة العربية ساعدتها على هذا الكلام وما مش فاهمين تركيا عندها منطلق أنا أغنى الدول في هذه المنطقة اقتصادا مش اقتصاد لأنه عندها طروة معدنية معينة لا ده اقتصاد شغال صنع أو زرع اقتصاد كبير وجزء من الاقتصاديات الأساسية في العالم مش عايز أشك في هذا عندها هذا هذه القاعدة الاقتصادية القوية واحد اتنين مركزها الجغرافي مركز الجغرافي خطير للغاية ما بين روسيا والغرب كله وصلتها بالاتحاد الأوروبي ولولا صلتها بالاتحاد الأوروبي رغم أنها لم تنضم للاتحاد الأوروبي لولا هذه الصلة ما كانت تركيا قفزت بهذا الشكل بالاقتصاد والإدارة لأنها إيه نفذت ما يمكن أن يطلب منها كدولة عضو في اتحاد الأوروبي فبقى عندها الستاندرد الإدارة القضاء الدور السلطات سواء القضاء أو القوات المسلحة أو الشرطة عملوا حاجات كتير جدا فنهضت التركيا تذكر كنا كلمنا في ده قبل كده وقت الانتخابات الرئاسية أنا كان في البرنامج بتاعي واللي كلمت فيه مع الاتحاد الأوروبي أنه افترضوا أن مصر